من الإعلام خاصة حال الإعلام الحالي ومن الإعلاميين زيدا كيف كيف أي عندي موقف من الاستسهال من الاستسهال باين في تدوينة لك خنشوفها مع بعضنا في الإكران كتبت نحب نشكر هادي ونوفل وآمين وصادق وفايصل وميسا على دعمهم الكبير للمسرحيين والكتاب والسينمائيين والرسامين وحتى النحاتين وكأنك هوني معناتها قاعد تستهزأ بأداء الإعلاميين نعم شو نشكر فيكم وفي المشهد الحالي نعم نشكر فيكم كيفاش تشكر طبعا قلت نحب نشكر وانتي معهم ورا شكرتك وقلت نعم يعطيك الصح والصادق اليو صاحبي وفايصل كيف كيف اليو صاح نشكر أنا قلت كل صحابك صحابي هم صحابي صادق وفايصل كنت أنا ويدا يوربك صحابة نويدا بالحق أما ما من حق نقول راي رايك فهمنا رايك ما فهمنيهاش حبيت نشكر الرسمين والنحاتين نشكر فيكم معناه على الشيء اللي تعموا فيه ما عفايا عيبة ذي لا هذا هروب بالإجابة مش شكر هي ظاهر يعني انتي قريبت ومش شكر ذاك لا مش شكر والله حبيت نشكر ظاهر معناه انتي تحب توصى رسالة أخرى ايه كيف فهمت انتي الرسالة كيفاش مش نجيبوا معناتها معناه الأسماء اللي قاعدة تحضر شوف انتي وبرامج تفازيتها مش قاعدة تجيب أسماء مهمة ثم شوية مهمين لكن ثم عبادة قاعدة تخدم ما كمش مسلطين عليهم الضوء الحقيقة كي مشكور شمعناها عباد في بلغ تعرف قداش عنا من رواية خرج السناء عطينا برشا بالعشرات اه تقول انتي معناها مركزين على المطلبين والممثلين تعرف قداش عنا من معرفة ومتشكيلية السناء أكثر من الرسامين تعرف قداش عنا من الرسام وهم في تونس انا عمري مريد نجامه داوي في بلاتو تيلي معكم عمري مريد حسنين بن عمو في بلاتو تيلي ولا راديو معكم عمري مريد أمير أغنين في بلاتو تيلي عمري مريد أحمد وليد الفرشيشي يحكي على الترجماته في بلاتو تيلي ولا لا سعب نحسي في كتاباته المسرحية عمري مريد مخرج كما وليد الضغسني ولا نزار السعيدي في بلاتو تيلي يحكي أبر رضاعة ثقافية شوية وساعات كنتذكر الوطني يعني اللي يشاهدوا فيهم العباد الكل بالحق غابوا الناس المبدعين وكأنهم في عالم آخر وكأنهم في بلد آخر وقعدنا مركزين على أربع خمسة أسماء يتعاودوا معندهم جديد ولا معندهمش محتراماتي لهم أنا ما ليش كنت تحضر ولد الغضبان ولا بيش تحضر سوارد الغضبان خطري مش كون معنا في حسن لا لا وردة ما أنا بيش تحضر نجلة تونسية ولا بيش تحضر تم عبيت تكرر في جمعة ستة سبعة مرات ما عنده حد شي غنية ما كملهاش رغب أريان كوب بش يعمل البوز أريان كوب بش يعملك تصريح هذك اللي تهبطوه تيترن بعدك ههو تعاملو به الجو هذك يولي يقلق يقلقني أنا ويقلق بارشة تونسية أنا بيوتاتر عندي الجرأة باش نقوله لكلام هذي تم عبيت معاش يتكلم ولا وساكتين معنا هذا تقييمك اليوم للمشاهد هذا هو المشاهد هذا هو المشاهد يعني اليوم يتعارك فلان وفلان نقعد وجمعة كاملة من السباح للليل من راديو للتلافز الواحد نعديوك يزود تصاور بلايش نورايك في تصطير حسناح مصباح والله يدرش نور مكاروش أمي نفاخت بها وعليه وندخلو فاكل ماء أكل يهزنا للميوع وقت اللي ثم حاجات أهم يا صديقتي مهمة جدا قاعدة تعمل في البلاد اللي يتفرج طوي في التلافز يقولك والله ما قومش قاعدين تاخد مجمعة الثقافة ما فاما شي ثم ناس تنتج يوميا وتبدع يوميا في شتى المجالات وحد ما أحكي عليه ما تشوفش زادة أنه المشاهدة عنده دور في هذا المشاهدة أنتوما أنا مثلا لا مثلا جيوني حتى مسرحيين معناها آخر مرة جميلة كما مع الشينا يعرفها جميلة ما بدعي أي باي حكيت على مسرحياتها ما تفعل معهم حد فعله كان كي حكيت على أسباب انسحابها من حناب هو حوار كامل في هكا وفي هكا عودت الجمهور بالحكاية على شهور يمشي لل شو عودت هو فيه ومنوع 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 ناجحة اللي تحط عليه الفلوس اللي فعل الحكاية هذه ولا هو ذاك اللي عنده اللي هغورت أنت كي كان عندك برنامج في كافة فام قمت بالواجب هذا حاولت 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 نجحت معناها في هذا جبت الرسمين والنحاتين برنامج كان كله هكا مش هكا وهاكا هكا وهاكا هكا وهاكا أنا كنت نجيب تروازان بيتي نجيب واحد معروف بالجداء واللي هو مشهور وقيمة فنية نجيب واحد أقل منه ونجيب واحد يتعلم على الأقل نحاول نعملها الموازنة هذيك وفي راديو أنا منيش في تلفز معنا ما عنديش نسب المشاهدة من طاعة تلفز يعني لأنه اللي الناس تتأثر صحيح أنك ترفض دعوات للقنوات الخاصة والقناة الوطنية كل ما تستدعاك تمشي بدون تردد ما عندي حتى مزياليو هذيك ملك الناس كل شنو الفرق ما بين القناة الوطنية ملك الناس كل قناة الوطنية ملك عام متاع الناس كل وفضلها علينا الناس كل ترجمة نانسي قنقر